الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إلى أهل الضوار أشهد أن لا إلى أهل الضوار أشهد أن محمد الرسول الضوار أشهد أن محمد الرسول الضوار هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إلى أهل الضوار الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله فإن الله عز وجل وصف عباده المؤمنين بتسع صفات فلنستمع إليها ولنتخلق بأخلاق أولئك المتصفون بتلك الصفات لنكون معهم في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدًا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرًا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مأ الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلُد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا فأولئك يبدِّل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيما فمن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يسحدون الزور وإذا مروا باللغي مروا خراما والذين إذا ذُكِّروا بآيات ربهم لم يخرُّوا عليها صُمًّا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذُرياتنا قُرة أعينٍ واجعلنا للمتقين إماما أولئك يُجزون الغرفة بما صبروا ويلقَّون فيها تحيَّة وسلاما خالدين فيها حصُنَة مُستقرَّم ومُقاما قال تعالى وعبادُ الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا هذه صفاتُ عبادِ الله المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونًا أي بسكينةٍ ووقارٍ من غير استكبار كما قال ابن كثيرٍ رحمه الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا أي إذا سفِهَ عليهم الجُهَّارُ بالقول السيِّئ لم يقابلوهم عليه بمثله بل يعفوهن ويصفهون وهذه هي الصفة الثانية وقال تعالى عنهم أيضا والذين يبيتون لربهم سُجَّداً وقياما أي يقضون الليل ساجدين وقائمين في عبادته وطاعته فهم أهل الصلاة عباد الله أوصيكم ونفسه بصلاة الليل فإنها دعب الصالحين من السلث والخلث فقد قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة أي جمعهم الصحابة وطائفةٌ من الذين معك والله يُقدِّر الليل والنهار وهذه هي الصفة الثالثة وقال تعالى عنهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي إن عباد الرحمن أهل الدعاء والدعاء هو العبادة فما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادة عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وهذه هي الصفة الرابعة يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي كان ملازما لأصحاب النار أعاذنا الله جميعا منها وقال تعالى عنهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي إنهم ليسوا مبذرين يصيفون فوق الحاجة ولا بخلاء مقصرين بل معتدلون في الإنفاق كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى أنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا هم معتدلون وقاصدون في الإنفاق بلا إصراف ولا تقطير ولا تقصير وهذه هي الصفة الخامسة وقال تعالى والذين لا يدعون ما الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون أإنهم لا يشركون بعبادة الله لا يشركون بعبادة الله إلهاً آخر ويبتعدون عن قتل النفس بغير الحق لذلك يبتعدون كل البعد عن فاهشة الزنا وسائر الفواحش وهذه هي الصفة السادسة قال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أي إن من أشرك بالله في عبادته أو قتل نفسا بغير حق أو زلا فسيلقى عذابا شديدا فيضاعف له العذاب ويبقى فيه ذليلا حقيرا قال العلامة المفسر سعدي رحمه الله فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابتٌ لا شك فيه وكذلك لمن أشرك بالله وكذلك الوعيد الشديد على كل واحدٍ من هذه الثلاثة لكونها إما شرك وإما من أكبر الكبائر وأما خلود القاتل والزان في العذاب فإن الآية لا يتناولها لأنه قدلت النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار ولا يخلُد فيها مؤمن ولو فعل من المعاصِ ما فعل ونصف تعالى على هذه الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر فالشرك فيه فساد الأديان والقتل فيه فساد الأبدان والزنا فيه فساد الأعراض انتهى كلامه رحمه الله وقال تعالى أيضا عن عباده المؤمنين إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناً وكان الله غفوراً رحيماً ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً استثنى الله تعالى من هذا العذاب التائبين فإن التوبة تمحو ما قبلها من الذنوب إذا توفَّرت الشروط فمن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار عليه الإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار عليه قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً وليست التوبة للذين يعملون سيئات حتى إذا حضى أحدهم الموت قال إني توت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً فلنبادر بالتوبة قبل حلول الأجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافن عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم على نبيه الداعي إلى رضوانه وآله وأصحابه وإخوانه أما بعد إخوان العزاء فما زالت الآيات تبين لنا صفات عباد الله الصالحين جعلنا الله منهم قال تعالى أنهم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغ مروا كراما أي لا يحضرون الزور أي القول والفعل المحرم فيجتنبون جميع المجالس المجتملة على الأقوال والأفعال المحرمة قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وإذا مروا باللغ مروا كراما إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه ولكن عند المصادفة التي من غير قصر يكرمون أنفسهم عنه وقال الله عنهم أيضا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا وعميانا أي إذا ذكروا بآيات ربهم التي أمرهم باستماعها والاهتداء بها لم يقابلوها بالإعراض وهذه هي الصفة الثامنة وقال الله تعالى عنهم والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما أي إنهم يسألون الله أن يرزقهم الذرية الصالحة التي تعبد الله وتوحده ولا تشرك به شيئا كما يسألون الله أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير وهاء وغداة ودعاء إلى الخير وهذه هي الصفة التاسعة فما جزاء أولئك المتصفون بهذه الصفات استمع إلى قول الحق تبارك وتعالى أولئك يجزون الغرفة بما صدروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما أي أولئك المتصفون بهذه الصفات يجزون الجنة بسبب صبرهم على ذلك ويلقون فيها التهية والإكرام والتوقير والاخترام فلهم السلام وعليهم السلام خالدين فيها أي مقيمين فيها لا يحولون ولا يضعنون ولا يموتون ولا يمرضون جعلنا الله منهم وصلى الله وسلم وباركنا بينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم عيز الإسلام والمسنين وأدل الشرك والمشركين ودمر عداد دين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة توقين عذاب النار ربنا لا تزقوا لبنا بعضها لتناء وهبلنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا حسن الخاتم يا رب العالمين اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا القاك فيه وصلى الله وسلم وباركنا بينا محمد وآله وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين شكراً لكم شكرا